أهني طبعاً وبارك لأن أنا مزهرتش من بعد مباراة الأهلي والمقاولين اللي فاس فيها النادي الأهلي على المقاولين في كاس مصر بضربات الترجيح وتأهل لمواجهة فريق سموح مباراة أنا بشوف أن أهم مكاسبها أنك أنت حفظت على العلامة الكاملة يعني أنت من أول ما ابتدت الموسم والله الحمد ما تعدلتش ولا مباراة كل مبارايتك انتهت بالمكسب والحفاظ على المكسب حتى لو كان العرض وده كان متوقع بعد شيء يعني في قراءتنا لسيناريو مطش المقاولين قلنا أن المقاولين أساساً فرع محترمة وبتلعب كرة كويسة وبالذات لما بتظهر قدام النادي الأهلي وبالذات لما يبقى الفرصة 50-50 في مطشات الكاس دايماً مهما كانت الفوارق بتبقى النسب دايماً 50-50 ممكن تراهن على ضربة حظ ممكن تراهن على كرة مخطوفة وبالتالي ما بقاش في حاجة مضمونة وما فيش دايماً فرصة للتعويض عكس الدوري الدوري لو لا قدر له صرت أو حتى تعادلت لما عندك فرصة أنك أنت ترجع للسباق تاني على اللقب لكن في الكاس المغلوب بيروح وبالتالي كان مهم جداً جداً أنك أنت تكسب وتكمل مشوارك في الكاس وتحافظ على فرصك في البطولة وتكمل بنفس السياق أو بنفس الطريقة اللي بدأت بيها الموسم تحت شعار المكسب ولا شيء غير المكسب ممروك للنادي الأهلي وفي انتظار إن شاء الله بإذن الله لقب تاني في بداية الموسم لقب كاس مصر للموسم الأخير